دون أنهر بداية بأحوال التقس مع حسيبة كروش أهلا بك معنا حسيبة صباح الخير لميس صباح الخير مشاهدين الكرام بالنسبة توقعات التقس اللي ظهيرت اليوم بحول الله بعض السحب الخفيفة تبقى دايما تخص السواحل الوطنية غير أن الأمطار رعدية تبقى دايما تنشطى المرتفعة الداخلية الوسطى والشرقية للوطن بالنسبة للمدن الجنوبية تبقى دايما الأجواء مشمسة وصافية على العموم باستثناء بعض الرعود المنعزلة تبقى دايما تنشط على أقصى الجنوب بالنسبة لدرجة حرار قصوى لنسجلوها لظاهرة اليوم بحول الله ستراوح ما بين 30 إلى 37 درجة بالمدن الشمالية وما بين 35 إلى 44 درجة بالمدن الجنوبية أما بالنسبة لتوقعات التقس لمساء اليوم بحول الله ستكون ليلة هادئة مستقرة وصافية على العموم وهذا على أغلب المدن الشمالية وحتى الجنوبية باستثناء بعض الصحب العابة تكون دون فعالية لحتخص المدن الساحلية الوسطى وحتى منطقة تامانراز بالنسبة لدرجة حرار اللي نسجلوها لمساء اليوم بحول الله ستراوح ما بين 16 إلى 21 درجة بالمدن الشمالية وما بين 19 إلى 26 درجة بالمدن الجنوبية أما فيما يخص حالة البحر لظاهرة اليوم بحول الله سيكون بداية من سواحل بنصاف نحو وهران من مصد غانم سيكون بحر مضطرب وفق رياح غربية إلى جنوبية غربية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم في الساعة أما من سواحل مدنة تتيبازا نحو جزائر عاصمة بومرداز وبجاية سيكون بحقا للإضطراب إلى مضطرب وفق رياح غربية إلى شمالية غربية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم في الساعة أما من سواحل مدنة تتيبازا نحو اسكيكدا عن نابا إلى غاية القالة سيكون بحقا للإضطراب وفق رياح متغيرة لاتجاه إلى شمالية غربية تراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة أما بالنسبة لدرجة مياه البحر ستصل إلى 24 درجة مئوية لا يس بالنسبة لتوقعات التقصي للأيام القليلة القادمة فإن مساح الأرصاد الجوية تؤكد أنه بداية من يوم الغد الاثنين فقط سوف نشهد تراجع المحسوس في درجة الحرار القصوى إلى أنه بداية من يوم الثلاثة سوف تعود إلى درجة الحرار إلى الارتفاع من جديد لتصل إلى 36 درجة على أغلب المدن الساحلية ويمكن أن تصل إلى 40 درجة بالمدن الداخلية للوطن هذا مكرا لك